بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر الأدبي والتجاري وجميع الفروق عدل علمي والصناعي بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا وفي هذا الدرس رح نناقش آخر موضوع من الموضيع العملية الخاصة بالدرس الأول أو الموضيع العملية الخاصة في برنامج المايكروسوفت اكسل والمطلوبة معاكم في المنهاج العملي والنظري لأنه اتفقنا مادة العملي مطلوبة في العملي ومادة العملي مطلوبة بإشي اسمه الأداء المهاري في المادة النظرية علشان هيك ما تضلك عايش في دوامة إنه كثير لليوم طلاب بيسألوني ما تضلك عايش في دوامة في امتحان عملي ولا فيش امتحان عملي سواء كان فيه امتحان عملي أو ما كان فيه امتحان عملي اتدرب على المادة العملية لأنه قسم كبير جدا من المادة العملية مطلوب معك في المادة النظرية فاتدرب على المادة العملية علشان تكون مهيئة للامتحان العملي إن صار امتحان عملي وللمادة الأدائية المهارية في الامتحان النظرية الآن في موجود عندي هنا جملة يقصد بحماية البيانات في الجداول الإلكتروني اللي هي تأمينها وحفظها من العبث والتغيير طبعا هذه الجملة ممكن تجيك في الضعدائرة اللي هي يجيب لك تأمين البيانات وحفظها من العبث والتغيير ويجيب لك عدة خيارات ومع العلم أنه من السبعين علامة الضعدائرة كان وزنها في السنوات السابقة وممكن هذه السنة نفس الوزن اللي هي ثلاثين علامة يعني تقريبا أقل من النصف بشحطة علامات رح تكون ضعدائرة فما تستهين في موضوع الضعدائرة الآن في سؤال ثاني أذكر مستويات الحماية في برنامج الإكسل هذا السؤال أجا في العام تحاني التوجيه الوزاري عام 2019-2020 اللي هي حماية المصنف بالكامل، حماية ورقة العمل، حماية الخلايا هذا السؤال مكرر ويعني أنا في الوراق اللي صلحتها تقريبا تسعة وتسعين وتسعة من الطلاب اللي صلحت وراقهم حلين هذا السؤال لازم يكون في جيبتك سؤال بسيط وواضح الآن إيش المقصود بحماية الجدول الإلكترونية؟ المقصود أنه عندي أنا الآن جدول إلكتروني سواء كان مصنف أو كانت ورقة أو كانت مجموعة محددة من الخلايا أنا بدأ حافظ عليها أنه ما يستطيع أحد يعدل فيها، يعبث فيها يعني ممكن مثلا أنا ما بدي حدا يعبث في تاريخ ميلاد الطلاب ممكن العبث يكون مقصود وممكن يكون غير مقصود يعني أنا سلمت هذا المصنف لمدرس ما عنده علم ودراي كافية في موضوع التكنولوجيا فأنا بأجي بأمن هذه البيانات بحكم أنه هذه البيانات خلص مسلمات غير قابلة للتغيير وبحكي له أنت فقط مسموح لك تعدل في هذا الحقل أو فقط مسموح لك تعدل في هذا الحقل وباقي الخلايا أو باقي الحقول أنا بعملها تأميني يعني بسكرها ما بستطيع يعدل عليه هذا الشكل من أشكال الحماية ممكن مثلا هذه الورقة كونه هذه الورقة عبارة البيانات اللي فيها عبارة عن تحصيل حاصل يعني عمر اللي موجود هنا ملاحظين فيه ارتباط بينه وبين عمر اللي موجود في هذه الورقة يعني لو صار عمر هنا مثلا محمد لاحظوا معاي في هذه الورقة رح يصير محمد فبالتالي البيانات اللي موجودة هون تحصيل حاصل التعديل عليها ما بيتم من هذه الورقة فأنا باجي بسكر هذه الورقة بعملها إغلاق ما بستطيع حد يعدل عليه هذا شكل من أشكال الحماية وممكن يكون شكل من أشكال الحماية إن المصنف جميع يعني هذا المصنف اللي احنا شغالين عليه اللي اسمه أنا مسميه مثال اكسل ما يستطيع أصلا حدا يدخل عليه من خلال إني أحدد له كلمة مرور طبعا هني كلمتين مرور مسموح كله مسموح كلمتين طب إيش هني الكلمتين المرور كلمة المرور الأولى إنه أنا بمنع حدا يدخل على المصنف بدون ما يعرف كلمة المرور كلمة المرور الثانية في حال إنه أحد الأشخاص كان يعرف كلمة المرور الأولى ودخل على المصنف ما يستطيع عدل على المصنف تمام يعني أنا بحط للمصنف مستويين حماية وخلينا نجي وان نرجع لكلمة مستويات حماية حماية مصنف بالكامل إنه هذا المصنف اللي أنا شغال عليه ما بيستطيع حدا يفتحه أو يعدل عليه بدون ما يعرف كلمة المرور ما بدخل عليه أبدا مستوى الحماية الثاني اللي هي حماية ورقة العمل لا في هذا الحال المصنف بيفتح عادي بس هذه الورقة ما بيستطيع حدا يعدل عليها بس باقي الأوراق أي واحد بيقدر يعدل عليها عادي المستوى الثالث من الحماية اللي هي حماية خلايا يعني مثلا في هذه الورقة تاريخ الميلاد بما إنه ثابت لا يتغير فأنا باجي بس بعمل حماية لهذا العمود بس لتواريخ الميلاد بحيث إنه جميع هذه البيانات عادي المستخدم يعدل عليها بس تاريخ الميلاد بحكم إنه ثابت لا يتغير أنا بثبتها بعملها فريز فبالتالي المستخدم ما بيستطيع عدل أبدا على البيانات الموجودة في هذا العمود أو هذا الحقل أو هذا الخلايا مجموعة الخلايا أما باقي الخلايا فعادي مسموح له يعدل عليها خلينا نيجي أولا نشوف شو موجود أمور بدنا نحفظها في الصفحتين اللي مطلوبات معنا وبعدين بنطبق الحماية باستخدام برنامج المايكروسوفت إكسل الآن حماية المصنف بالكامل يقصد بها عرف حماية المصنف بالكامل تأمين المصنف بكلمة مرور عند القيام بحفظه وعند إتمام عملية الحفظ تظهر الشاشة التي يتم فيها تحديد كلمة المرور طبعا مش تيجي في الانتهاء تكتب له كما في الشكل أدنى خلاص لعنده هنا انتهى التعريف هذه عبارة عن إرشادات لكيف تطبق عمل حماية ورقة العمل هي عبارة عن تأمين خلايا ورقة العمل من التحرير يعني بس الورقة بحفظها من التحرير ما بستطيع حد يعدل على خلايا ورقة العمل وذلك بكلمة مرور أكيد بتكون كلمة مرور طبعا أنا مثلا والله في طالب عندي مثلا أنا هذولا الخلايا عامل حماية عندي طالب بدي أعدله في تاريخ الميلاد بلغي الحماية عن طريق كلمة المرور بعد البرد برجع الحماية فبالتالي يكون باختيار الأمر حماية ورقة العمل من القائم التي تظهر عند النقر على اسم ورقة العمل بزر الفقر الأيمن موجود عندنا هنا ملاحظة مهمة حماية المصنف يعني هذه الملاحظة مش على حماية ورقة العمل حماية المصنف تؤدي إلى حماية أوراق المصنف من الحدف أو النقل أو إعادة التسمية هذا الحكي عارفينه بس المهم في هذه الجملة علما أنه يمكن التعديل على محتويات مصنف محمي كيف يعني مصنف محمي مصنف مش ورقة ولا خليب أحكي مصنف مصنف محمي كيف بقدر أعدل على محتوياته وهو محمي لا أنا بقدر أعدل على محتوياته وظلوا محمي هس برجكم إياها عملياً علشان تفهموا هذه الفكرة أو هذه الملاحظة بس هذه الملاحظة بتكونوا حظينها وفاهمينها وشوفوها الآن كيف بتصير علشان تثبتوها آخر إشي حماية الخلايا الخلايا أكيد جزء أساسي من الجدول الإلكتروني حماية الخلايا هو جزء أساسي من حماية ورقة العمل طبعاً هنا ذاكرنا خطوات حماية خلايا هذول الخطوات أكيد مطلوبات أو أي خطوات موجودة في الكتاب لحديت الآن مطلوبات إلا إذا أجأ كتاب بشكل مباشر وحكينا أنه هذول الخطوات مش مطلوبة طبعاً أنا أحفظ خطوات الكتاب شوف أنا أول شي مسوي دوسية أكيد السنة دوسية السنة الماضية بما أنه السنة الماضية وهذا السنة نفس المادة فبالتالي إذا بدأ أعدل عليها ممكن مثلاً بدأ أضيف معلوم أعدل معلوم الصغيري والتعدير رح يكون أن أحذف المادة اللي ممكن تنحذف لحديت تصوير هذا الفيديو ما في حذف في مادة التكنولوجيا بس إذا بدأ أعدل على الدوسية رح أحذف المادة المحذفة موجود فيها جميع الخطوات شغلة ثانية أنت طبق عملي وبناء على تطبيقك افهم الخطوات وبناء على فهمك اكتبها في النهاية هذا مش مصحف علشان تحفظ نصاً وحرفاً أنا في الامتحان لما أشوف مجاوب لي صح إن شاء الله باللهجة المصرية يعني معلش بأي طريقة بلغتك الخاصة مدام الجواب صح أكيد مش رح أكتب لك علي غلط الآن رح نيجي نطبق هذا الحكي عملياً وهي شغلنا برنامج الإكسل والخطوة الأولى رح نطبق حماية مصنف بالكامل قوعك تحكيني مش عارفش أنا مصنف يعني هات جميع اسمه مصنف هذول وراك جميع هن مجتمعات لو عندي ألف وراكة كليات اسمهن مصنف يعني إيش الآن هذا اسمه مصنف كل إشي داخل هذا الملف أوراك خلايا كله اسمه مصنف أنا بعرف إنكم إنتوا عارفين إيش معنى مصنف بس يعني فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين طبعاً الآية وذكر مش فذكر طيب الآن خطوات حماية مصنف احفظها للعامل أو للنظري نختار من القائمة ملف هاي ملف تمام هاي اسمها قائمة 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 أو تبويب قائمة أو تبويب من القائمة أو التبويب ملف حفظ باسم تمام لاحظين معنا بتظهر نافذة من خلال النافذة بنروح على أدوات هاي أدوات موجودة هون من أدوات بنختار خيارات عامة وانتبهوا ممكن يجيك سؤال في الضع دائرة لحماية مصنف من الأمر أدوات نختار خيارات عامة مش ضغط صور مش خيارات ويب نختار خيارات عامة وخلص عند خيارات عامة موجودة عندنا كلمة مرور الآن أنا في بداية الدرس كلتلك فيه كلمتين مرور انت بدك تضيفين كلمة المرور الأولى اللي هو أول ما يفتح المصنف بتحط كلمة مرور اللي بيعرفها بيستطيع يفتح المصنف كلمة المرور الثاني إذا شخص عرف كلمة المرور الأولى ودخل على المصنف ما بيستطيع عدل عليه إلا إذا كان بيعرف كلمة المرور الثاني الآن أنت ممكن تدخل واحدة منهن عادي يعني ممكن المصنف يفتح بس ما بتستطيع تعدل عليه ممكن المصنف ما يفتح بس إذا فتحته بتستطيع تعدل عليه تمام؟ خليني أنا أختار الثاني مثلا هذه أحط لها كلمة مرور والتعديل أحط لها كلمة مرور أخرى وباجي بعمل موافق طبعا أنت الآن بتعيد كلمة مرور فتح المصنف وبدك تعمل إعادة لكلمة مرور التعديل تمام؟ لأنه هذول كلمتين مرور منفصلات تماما وبعمل موافق وبحدد المكان اللي بدي أحفظ فيه المصنف خليه على سطح المكتب وخلينا نسميه مثلا مصنف محمي ونعمل له حفظ ونسكر المصنف الآن صار عنا على سطح المكتب هياته مصنف محمي هذا المصنف العادي وهذا المصنف المحمي بدنا نجي نشغل المصنف المحمي أول ما يدخل عليه بيطلب مني كلمة مرور كلمة مرور الدخول للمصنف مش مبين إشي مش مبين جداول ولا إشي ولا أوراق عمل تمام؟ طبعا أنا إذا كتبت كلمة المرور وعملت موافق الآن دخل على المصنف الكلمة المرور الثانية ما فيش مشكلة إنك ما تكون عارفها يعني بتيجي بتقوله للكراءة فقط بفتح المصنف بس ما بتستطيع تعدل عليه إلا بحالة إنك عرفت كلمة المرور الثانية تمام؟ طيب خليني أدخل كلمة المرور الثانية ونعمل موافق هيك دخل على المصنف طب لو جيت مثلا هنا عدلت مثلا على التقييم هون وعملت لها ممتاز تمام؟ وجيت عملت حفظ بينحفظ طبعا أنت حاكيلي إنه هذا المصنف محمي لا أنا لما دخلت كلمة مرور التعديل فعليا قمت الحماية مؤقتا طب لو سكرت المصنف الآن وشغلته كمان مرة بنندخل كلمة المرور الأولى اللي بتسمح لأدخل على المصنف بس كلمة المرور الثانية أنا ما بعرفها أفترض فباجب أقوله للكراءة فقط هنا إيش كتب؟ لكتب لي للكراءة فقط شو معنى للكراءة فقط؟ للكراءة فقط معناته أنت تستطيع إنه الأوراق العمل تفتح لك وتشوفها عادي بس ما بتستطيع تعدل عليها تمام؟ طيب بنرجع للملاحظة اللي حكينا عنها مهمة جدا وبنا نفهمها اللي هي علما أنه يمكن التعديل على محتويات مصنف محمي طيب ممتاز بما أنه للكراءة فقط خلينا نجرب نيجي نقول هون جيد طيب ما انت حكيلي أنه للكراءة فقط هي عدلنا على الخليل الموجودة هون عدلنا على الخليل الموجودة هون بس ما عدلنا على هذا المصنف هذا مصنف محمي طيب خلينا أثبت لكم لما آجي أعمل إغلاق هل تريد الحفظ؟ نعم وملاحظين معاي ما بكبل يحفظ في هذا المكان بكل يبدأك تحفظ يحفظه بمكان ثاني نسخة من مصنف محمي تمام؟ لو سكرنا ورجعنا على مصنف محمي كمان مرة بما أنه محفوظ هاي كلمة الدخول وما بعرف أنا كلمة التعديل ميجي هون ما فيش جيد جدا أو ما فيش جيد ملاحظين؟ يعني صحيح أنا مسموح لأكتب إيش ما بدي بس هذه الكتابة ما بتنكتب على المصنف المصنف بيضله يعني خربش إيش ما بدك المصنف بيضله مثل ما هو تفقنا إيش معنى هذه الجملة إنه عادي بتقدر كمان مرة بتعيدها بتقدر تخربش إيش ما بدك هاي أنا خربشت وخربشت هون إيش ما بدي والمصنف اسمه مصنف محمي تمام؟ أجي أسكر وأجي أكله حفظ لي ما بيقبل يحفظ في مصنف محمي ما بيقبل إيش يحفظ في مصنف محمي بيجي بكل يسوي النسخة اللي خاصة فيك علشان هيك لما أرجع كمان مرة لمصنف محمي بروغ مني أنا خربشت عليه وأدخل عليه وأجي أكله للكراءة فقط الخربشة هون راحت ما أحفظها تفقنا عادي النقطة إذن أنهينا من فكرة حماية المصنف الخطوات مطلوبة عملي مطلوب ونفهمها نظري مطلوب أنا راح أخصص لكم حصة كاملة أو حصتين إيش المطلوب في مادة الأداء المهاري طيب خلينا نيجي لأ مستوى الحماية الثاني اللي هو حماية ورقة عمل حماية ورقة عمل أسهل وحدة فيهن والله يبدأ أعمل حماية لورقة ثلاث هاي عندي ورقة ثلاث وبدأ أعملها الآن شوفوا معاي الخطوات تابعوا معاي الخطوات وهذول الخطوات مطلوبات في النظري وفي العمل وتابعوا معاي وانت تصيغهم في طريقتك الخاصة أو بتشوفهم على الكتاب أو بتشوفهم في الدوسية الآن الخطوات نضغط بزر الفقرة الأيمن على اسم الورقة التي نريد إجراء الحماية لها اسم الورقة اللي هي ورقة رقم ثلاثة وأنا بدي أجري الحماية لها فمعناته باجي على الورقة اللي بدي أسوي الحماية اللي هي ورقة رقم ثلاثة بكبس في الزر اليمين للماوس تمام وبختار حماية ورقة وبعد ما أختار حماية ورقة ولا إشي موجود عنده هون كلمة المرور بكتب كلمة المرور مثلا إيش ما كانت هاي أربع واحدات وموافق وبعيد كلمة المرور وخلص جاهز شفتم أسهل الخطوات بحدد اسم الورقة حماية ورقة وبكتب كلمة المرور لحظوا معي الآن هذه الورقة جميعها ما بستطيق أعدل عليهم لاحظين هاي المنطقة صارت سكنية سكنية يعني ما بتستطيع تعدل ولا اشي مسكرة لو بدأ اجي مثلا هون اضيف اشي اعطاني ملاحظة لو بدأ اضيف هون مثلا اشي اعطاني ملاحظة طب انا الان بدي اعدل بدون ما اكون عارف كلمة المرور ما بستطيع عدل على هذه الورقة ابدا طب انا بدي اعدل وعارف كلمة المرور نفس الخطوات السابقة بنحدد اسم الورقة هاي ورقة رقم ثلاث بزر الفقر الايمن وباجي بختار الغاء حماية ورقة بيجي بيحكي لي ايش كلمة المرور عشان اسمح لك تلغي الحماية بضيف كلمة المرور هاي الغيت الحماية وهي بستطيع عدل ايش ما بدي ملاحظين مسموح لبنفتحن كل الخلايا وبستطيع عدل مثل ما بدي كمان مرة بدي عيد خطوات حماية الورقة بزر الفارة اليمين نختار على اسم الورقة ثم نختار حماية ورقة وبس كلمة المرور بتضيف كلمة المرور وموافق بتعيد كلمة المرور وموافق الورقة محمية ما بتستطيع تعدل عليها ابدا الغاء حماية الورقة على اسم الورقة بالزر اليمين الغاء حماية ورقة وبتضيف كلمة المرور اللي انت بتكون عارفها لازم تكون عارفها موافق الان تستطيع تعدل ايش ما بديك على هذه الورقة نيجي لمستوى الحماية الثالث ومستوى الحماية الثالث ركزه في الخطوات إذا ركزت فيهن مرة وحدة رح تتقن الخطوات خليني أفترض إنه في الجدول اللي موجود في ورقة ثلاثة في هذا الجدول أنا بدي أعمل حماية لخلايا المعدل لهذول الخلايا فقط باقي الخلايا عادي عدل فيهن مثل ما بدك كمان مرة بدي أعمل حماية لخلايا محددة بس مش لكل الورقة بس هذول الخلايا بدي أعمل لهم حماية او مثلا بس هذول الخلايا بدي عمل انحمايه شوفوا الخطوة الخطوة الاولى بنحدد جميع ورقة العمل طب كيف بنحدد جميع ورقة العمل اما منيجي في الكيبورد كنترول ايه شو هو الكنترول اللي هو الزر اللي هو CTRL في اسفل يسار الكيبورد تمام هاي كنترول ايه هاي طريقة الاولى الطريقة الثانية ملاحظين معاي في اعلى المصنف فوق فوق هاي موجود عندنا هون سهم بنكبس على هذا السهم شايفين هذا السهم في اعلى يمين المصنف هاي انا بدي اكبر عشان تشوفوا هاي اعلى يمين المصنف موجود عندي هون سهم لتحت بكبس عليه هاي كبست عليه ملاحظين عمل تحديد لكل المصنف هاي الخطوة الاولى بحدد عفوا كل الورقة مش كل المصنف كل الورقة الخطوة الثانية بزر الفارة اليمين بختار تنسيق خلايا ثم من تبويب حماية تمام تنسيق خلايا تبويب حماية موجود عندنا هون تم تأمينها بنكيم الصح و بنكون موافق هاي الخطوة الاولى الخطوة الثانية بنحدد الخلايا اللي بدنا نعملها حماية اللي هن هذول الخلايا بدنا نعملن حماية بنحددهن فقط ثم بنكرر الخطوة اللي قبلها بالزر اليمين تنسيق خلايا و بنرجع تم تأمينها تمام الخطوة الاخيرة ما احنا بنعرفها على اسم الورقة بالزر اليمين حماية ورقة و بنضيف كلمة مرور في هذه الحالة بس بيحمي الخلايا اللي انا عملت تم تأمينها تمام و بنجي بنحكي له موافق بنعيد كلمة المرور ولاحظوا معي الان هنا مسموح اني اجري اي تحديث بس هنا ما بستطيع اجري اي تعديل او اي تحديث على الخلايا هذه هي مستويات الحماية برضو اذا حابين اني حماية خلايا محددة اعيدها رح اعيدها ما فيش مشكلة الخطوة الاولى بحدد كل الورقة بعدة طرق الخطوة الثانية بالزر اليمين على اي مكان فيش مشكلة باجي تنسيق خلايا حماية بكيم الصح من عند تم تأمينها موافق الخطوة اللي بعدها بحدد الخلايا اللي بدي احميها انا ولا بدي احمي علامات الفيزا والكيميا والاحياء بحددهم ثم بالزر اليمين تنسيق خلايا وبختار تم تأمينها برجعها الان شو باجي بقوله بحكيله من خلال اسم الورقة بالزر اليمين حماية ورقة اعمل لي حماية بس للخلايا اللي انا عامل عليه ان تم تأمينها طبعا انا فعليا ما بيلزم الا بس اضيف كلمة مرور بس انا بحكي لكم ايش اللي بيصير هاي بضيف اي كلمة مرور موافق لاحظوا معي هنا لا يمكن التعديل بس مثلا هنا يمكن التعديل هذه درس مستويات الحماية وهذا هو اخر درس عملي في مادة المايكروسوفت اكسل بعد هيك مش مطلوب منك عملي مطلوب منك المادة النظرية والمادة الادائية المهارية والله يعطيكم العافية